هو محفل مجنون ومزاد علني لتطرف واستعراض نظريات جديدة للتطهير العرقي والتباهي بها بعدما اقترفه مؤسس هذا الكيان زمن النكبة هذا أقل ما يمكن وصف إسرائيل به في عهد بينت ومن سبقه وربما من سيليه آخر هذا الجنون ما صرح به نائب وزير الشؤون الدينية في حكومة تل أبيب وعضو حزب يمناب زعامة بينت متان كهانا الذي قال إنه يتمنى لو كان بيده زر يمكنه الضغط عليه لإخفاء العرب ونقلهم عبر قطارات سريعة إلى سويسرا وفي عقلية أرباب الاحتلال الفاشية فإن كلمة العربي تحضر كوصف للفلسطينيين حيث ينفون فلسطين من الوجود ولا حتى يذكرونها وإنما يردون أهلها إلى العرب وليس إلى هذا الوطن فلسطين كهانا لم يجد حرجا في التمني بطرد العرب من هنا لأن ذلك يعني بالنسبة له أن اليهود سيعيشون حياة رائع حسب قوله قبل أن يكمل كلامه بلغة الحصرة بقوله إن مثل هذا الزر أو الكبسة التي ستفن الفلسطينيين غير موجودة الإذاعة العبرية كان نقلت الخبر وأكدت أن أقوال كهانا جاءت خلال كلمة ألقاها في مدرسة دينية للمستوطنين فيما تسمى بمستوطنة إفراط بين القدس وبيت لحم حيث استمعد أن يكون هناك أي آفاق للسلام مع الفلسطينيين في المستقبل القريب وفي وقت يطبق فيه اليمين الفاشي على الأجندة الإسرائيلية ويدق ليل نهار طبول حربه الدينية تتعالى مثل هذه التصريحات العنصرية والتي لم تعد تقتصر على غلات المتطرفين من الأحزاب الدينية الهامشية في الخارطة السياسية الإسرائيلية وإنما تخرج على ألسنة من هم في قلب الحكم وفي مركز صناعة القرار نهر جمهور تلفزيون فلسطين